في ملف التعاون دائما وقعت الجزائر على الإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027 ذكر بيان عن الخارجية الجزائرية أن الوثيقة ستوجه أعمال الوكالة الأممية المعتمدة بالجزائر في إطار دعمها على تحقيق الأولويات الوطنية في مجال التنمية وضف البيان ذاته أن إطار التعاون هذا سيعزز من المساعدة التقنية التي يوفرها برنامج الأمم المتحدة لجهود الحكومة الجزائرية في سياستها التنموية الرامية إلى تحقيق هداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفاق 2030